السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في فيديو جديد قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا وإذا لم تطلعوا على آخر الفيديوهات التي نشرتها في القناة فأظن أنها تستحق انتباهكم مثلا الفيديو الأخير طريقة تحليل نصف فلسفي أو طريقة التي حصلت بها على 16.5 في البكالوريا في تحليل نصف فلسفي أظن أنه سيكون مفيدا جدا لكم لذا إن لم تشاهدوه بعد فأنصحكم بالاطلاع عليه دون أن أطلع عليكم أكثر فلننطلق في هذا الفيديو إذن اليوم ونتيجة لتصويتكم على المنشور في منتدى اليوتيوب آخر مرة فسنتطرق إلى الوحدة الثانية في اللغة الإنجليزية السنة الثالثة الثانوية للشعب العلمية علم تجريبية رياضيات تقنى رياضي تسيير واقتصاد إذن عنوان الوحدة هو نحن سنأخذ العبارة ومعنى هذه العبارة هو بالنسبة لأدفرطايزن الإشهار Consumers المستهلكين Safety الأمان So, first of all, what do we mean by advertising? إذن أولاً ماذا نعني بالإشهار؟ أي سنتطرق إلى تعريف مبسط للإشهار So, advertising is to make a product or a service known to consumers through the media أي الإشهار هو تعريف بمنتوج أو خدمة معينة عن طريق الإعلام سوف نعيد تعريف باللغة الإنجليزية كتتذكروه جيداً So, advertising is to make a product or a service known to consumers through the media To advertise, we use أي من أجل الإشهار نستعمل Audio like radio Audiovisual السمع البصري like TV تلفاز and Internet Internet like YouTube Instagram Facebook etc We can also use newspapers جرائد Magazines المجلات Books الكتب إلا آخره You can add this important note as well Advertising is the synonym of ad Well, it's an abbreviation but we can consider it as a synonym It has other synonyms as well like publicity, commercials, etc So, advertising is equal to ad and equal to publicity and equal to commercials بالعربية نسميه الإشهار أو الإعلانات So, let's move to the second point We will talk about safety الأمان It's simply staying out of the danger zone أنا كيف سأشرح لكم الأمن أو safety هو بكل بسطة البقاء خارج منطقة الخطر شرح Google وبالتحديد حسب صديقكم Google فإن تعرف safety Safety is the state of being safe أي هي حالة أن تكون في أمن The condition of being protected from harm أي باختصار هي أن تكون محميا من الأذى This is safety A harm هو الأذى There are two kinds of safety أي يوجد نوعان A Moral safety Protecting the mind أي الأمن نفسي Maybe mental health أي الصحة نفسية Two The second kind of safety Is physical safety Our health Our body health الأمن الجسدي وفي هذه الوحدة نهتم بحماية الصحة والحفاظ عليها We will talk about this later We can consider security as the synonym of safety Security هو مرادف safety Third Let's talk about consumers المستهلكين What are consumers? They are the ones who consume products Buy the products or services أي من يشترون الصلاع والخدمات أو بصغة أخرى يستهلكونها Customer is a word close in meaning to consumer So we can consider the word consumer as the synonym of consumer Consumer is equal to customer أي مرادفان Fourth Let's talk about positive side Advantages And negative side Disadvantages Or drawbacks Of advertising أي لنتحدث عن إيجابيات وسلبيات الإشهر حيث أن advantages تعني الإيجابيات Disadvantages تعني السلبيات أولاً الإيجابيات أولاً الإيجابيات أي Advantages Advertising Promotes products or goods أي تشهير للصلاع والرفع من المبيعات هذا هو النقطة الإيجابية فيها من الإشهر Second It creates employment and improves the living standards أي الإشهر يخلق فرص العمل وبالتالي يحسن المستوى المعيشي قد تتسألون مثلي كما تسألت أنا كيف يمكن للإعلانات أن تخلق فرص العمل ما هذا إعلان يخلق فرص العمل أتفق معكم الأمر غريب في البداية لكن إذا فكرنا جيداً سنجد أن الإشهار يرفع من المبيعات وبالتالي من أرباح الشركات منه هذه الشركة قد تستثمر في فروع جديدة وبالتالي خلق مناصب عمل جديدة Third It sponsors social events and competitions It sponsors social events and competitions أي بفضل الإشهار نتمكن مثلاً من مشاهدة مباراة كرة القدم والبرامج التلفزيونية المشهورة التي يكلف إنتاجها أموال طائلة لا يتم تعويضها سوى عن طريق أموال الإعلانات فلنأخذ كأس العالم لكرة القدم كمثال الملاعب كلفت ملاير دولارات لبنائها زائد سيانة مرافقها كل مرة زائد دفع رواتب اللاعبين إلى آخره هذا يكلف الكثير من المال ويجب توفر الإعلان أو الإشهار advertising بالإنجليزية لتغطية كل تلك المستحقات أو النفقات الإشهار يحفز الإبتكار ويقوي المنافسة الآن سوف نتحرك إلى الثانيزية الإعلانات السلبيات أولاً الإشهار يشجع الناس على شراء الأكل الغير صحيحي الثانيزية الإنجليزية الثانيزية الإنجليزية أي الإشهار أحياناً قد يختار المستهلكين ومن منها لم يتعرض للخداع بفعل إشهار معين الثانيزية الثانيزية أبداً الإشهار يصنع الاحتياج ولكنه قد لا يلبيه الثانيزية The fifth point about the negative points of the advertising, we have high negative effects So now we will carry on with the vocabulary of this unit First we have brand, it's synonym of trademark Brand, trademark, like Coca-Cola Products is synonym of goods Products Goods GMFS Genetically modified food أي طعام معدل وراثيا أو معدل جينيا GMFS genetically modified food طعام معدل وراثيا أو جينيا Obesity سمنة Obesity سمنة Junk food Unhealthy food أي طعام غير صحي مثل Chips Pizza Soda لآخرة Junk food Unhealthy food طعام غير صحي We have an example Ships Pizza Soda Even hamburgers Etc Obes Is the synonym of overweight And the synonym of fat معنه سمين أوبدين Obes Overweight Fat سمين أوبدين To manufacture To produce أي يصنع Manufacture Produce يصنع Factory معنه مصنع Factory مصنع Firm Is the synonym of company The synonym of association معنه شركة Firm Company Association شركة To boycott أي مقاطعة من تجمعين To not buy a product For example Recently the Muslims have boycotted The French products المسلمين قاموا بمقاطعات المنتجات الفرنسية This is what we mean by To boycott Impact Is the synonym of effect And even the synonym of influence تأثير Impact Effect Influence تأثير Flavor معنه نكهة Flavor نكهة Emergency balance Sorry Energy balance This means The quality and quantity Of our food Should be equal With our efforts During the day توازن الغذائي Energy balance معنه توازن الغذائي أي The quality and quantity Of our food Should be equal With our efforts During the day Fatty food معنه طعام غني بالدسم Sugary food معنه طعام غني بالسكر They are considered as junk food أي Fatty food Sugary food هما من أنواع junk food Various معنه different أي مختلفة Various Different مختلفة For example Advertising can affect humans in different ways أي الإشهار قد يؤثر على المستهلكين بطرق مختلفة Or we can say advertising can affect humans in various ways Diabetes Diabetes وهو مرض السكري Diabetes وهو مرض السكري لماذا تطرقنا هنا إلى السمنة ومرض السكري لأن Advertising can lead to these illnesses Ok Because we will be attracted into junk food So we will consume a lot of sugar A lot of fatty food And this will lead to some illnesses وبالتالي أنكم قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أشكركم على المشاهدة إذا لم تضغطوا على زر اللايك بعد انتظرون ولا تنسوا مشاركة الفيديو فضلا وليس أمرا أراكم في فيديو جديد إن شاء الله